أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين جلبرتو حبدأ بيك أرقام بيرامدز لغاية دلوقتي طبعاً بيرامدز من الفرق هو زي النادي الأهلي أرقامهم مميزة جداً فريق بيقدي بشكل طيب جداً في الدوري منتكلم يعني لو استعرضنا أرقامه على الشاشة كده للمشاهدين معنا فريق لعب عشر مباريات في الدوري حتى الآن كسب كقوة تمانية وتعادل اتنين مسجل عشرين هدف كثاني أقوى خط هجوم في الدوري استقبل خمس أهداف بس كأقوى خط دفاع في الدوري شباك نظيفة من عشر مباريات عنده ست مباريات شباك نظيفة وده برضو معدل طيب دقة تمريات عندهم 85% كإجمالي يعني تمريات صحيحة في العشر مباريات استخلاص الكرة عندهم 1051 كتوتل برضو ده برضو حاجة جيدة المحاولات النجاحة 48 من 122 المحاولات اللي هي بين القائمين والعرضة الكرة التانية وحضراتك بتتكلم مع الأستاذ عصام وأستاذنا محمود صبري أهم حاجة أهم حاجة الكرة التانية من هما من الناس المميزة جدا في فكرة الكرة التانية فنتمنى أننا في المباراة ما نديهمش الفرصة أن هما يسترجعوا الكرة بشكل سريع وعندهم هما برضو بيفقدوا الكرة تحت ضغط 212 مرة من 321 فنتمنى أن الأهلي كان بس مشكلته فترة الأخيرة فكرة الضغط قوي لأن طبعا الإرهاق وضغط المباراة بيصعب الأمور دي فنتمنى أن لو أهلي عملها زي ماتش الهلال كده أكيد هيبقى ليه الغلبة في المباراة إن شاء الله فيه خريطة اللي هي أهداف الأهداف لو تفتكر المرة اللي فاتت تكلمنا عن أهداف النادي الأهلي إنه بيسجل في كل توقيتات المباراة وأفضل توقيت تهديف للنادي الأهلي أول ربع ساعة مسجل فيها تقريبا سبع أهداف في أول ربع ساعة ما بيسجلش خالص يعني في العشر المرشرة مسجلش أي هدف في أول ربع ساعة فأتمنى أن المعادلة دي تبقى لصالح النادي الأهلي إنه هو الأهلي ينزل في أول ربع ساعة يسجل يستغل البيرامدس بيسيب أعتقد مساحة للفريق لقدامه لأن دي استراتيجان كابتن إيهاب جلال أكتر توقيت هما بيجيبوا فيه أهداف اللي هي الربع الأخير من الشروط الأول وبقية الفترات المباراة هتلاقيها متساوية يعني بيسجلوا في أغلب الفترات بشكل متساوي لكن الأفضل عندهم كرقميا من ديئة 30 للديئة 45 فأنا تمنى إن شاء الله أن نستغل الحتة اللي احنا قلنا عليها بتاعت أول ربع ساعة الأهل يسجل وما يستقبلش إن شاء الله أي أهداف حانا في نقاط الضعف والقوة في فريق بريمت طيب زي ما قلنا كابتن إن إحنا عندنا في بيرامدس استعابل خمس أهداف ولكن هو عنده برضو مشاكل دفاعية بتبان فأواك كتير لو جينا نشوف المشاكل اللي عنده هو عنده مشكلة واضحة في الكرات العرضية بيرامدس استعابل خمس أهداف السيزون دوت منهم ثلاث أهداف من كرات عرضية لو جينا نشوف دي حالة في مطش المصري المطش دوت المصري تعادل فيه هدف أول الشوت الثاني وهدف آخر الشوت اللي اتنين من كرات عرضية لو جينا نشوف الكرة هي تتلاب عرضية فيه اتنين لعيبة في وسط المفروض اتنين في السندول بيرامدس وفيه اللي هو عمري مرعي ما بين اتنين علي جبر وأحمد فتحي الكرة ترفعت فيه طبعا اللي هو الجناح ده الواحد ومساحة فضية تماما الوقفة نفسها بتاعت لعيبة بيرامدس مش صحيحة استلم الكرة الجناح نادي المصري مش اضطر المهدي سليمان طلعا يعمل ضرب الجزاء تسجل منها وقفت لعيبة بيرامدس نفسها في الكرات العرضية من الصحيحة يعني لو جينا نبص هنا على عمري مرعي عمري مرعي وقف المساحة الواحده قدام السكس يرضى وورا ثلاثة لعيبة فضيين مفيش اي حاجة مفيش اي مهمة ليهم وقدامه المساحة كان ممكن الجناح بتاع المصري طلع الكرة عمري مرعي يسجل منها ولكن هو خدر بالجزاء يسجلها هدف الأول لو كور هنا طلعت العمري مرعي معان ساحة فضية وورا ثلاثة لعيبة يعني لو جينا نبص وراء محمد حمدي وورا دونجا هوت وورا قبل اللعب بتاع الجنوب افريقيا لقاي بتاع الجنوب افريقيا لقاي المهاجن بتاعهم ودي برضو الهدف التاني للمصري لو جينا نبص نشوف كم لعب في بيرامدس في الكورنر اللي بترفع دي فيه عشر لعيبة جوه المنطقة على خمس لعيبة للمصري عشر لعيبة البرامدس وفيه خمس لعيبة للمصري والأهم بقى ان فيه منهم أربع وفيه محدش محدش معهم خالص محدش مسيكهم بترفعت الكورة انا عايزكوا تركزوا مع عمري مرعي بقى عمري مرعي اللي هو يسجل هدف ده في النص هوت عمري مرعي في وسط كم لعب في وسط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع لعيبة وعمري مرعي في وسطهم ايو مفيش ولا واحد فيهم ماسك عمري مرعي مان تومان صح كلهم موقفين حوالينا عمري مرعي ترفعت الكورة نكمل الكورنر عمري مرعي هو تستلام الكورة وسجل مننا هدف التعادل في وسط ست لعيبة قدر ان هو يسجل فهم عندهم مشكلة في التعامل مع الكورات العرضية الكورات العرضية ببرامدس أزمة استقبلوا ٣هداف برضو في ماتش فاركو كممكنوا سجل فاركو هدف من كورة عرضية برضو ولكن اتحسب تسلل لو نيجي نشوف نقطة الليها يد ضعف التانية في قلب تفاع بارامدس هنلاقي ان الباك اليمين عندهم مشكلة الباك اليمين عندهم فيه حتى على مستوى الأسماء عدم استقرار مرة نشوف أحمد فتحي، مرة نشوف أومر جابر، مرة نشوف أحمد توفيق. مفيش استقرار حتى على مستوى الأسماء بالنسبة للبرامجز في الباك اليمين. فهم عندهم مشكلة في الباك اليمين. لو جينا نبص للكرة ديت. حسن علي، اللي هو الجناح بتاع المصري. تلعبوط لكرة طولية في مساحة كبيرة. أحمد فتحي راجل عمل التخطيئة متأخر. ده أحمد فتحي هو. أحمد فتحي فعلا بيعاني بدنيا. أحمد فتحي سيزون ده وتوضع عليه جدا جدا التعب بدنيا. بدنيا هو تحس أنه أي حد بيلعب عليه سريع بيرهك أحمد فتحي. في الواحد على واحد وفي السرعات. دخل حسن هو. دخل بالكرة جوا الصندوق. اضطر دخل عليه أحمد فتحي كسبه في الواحد على واحد. أحمد فتحي عنده مشكلة واضحة أوي سيزون ده في الواحد على واحد. تكرارك كتير وسببها بياخد انظارك كتير. ودي كرة برضو. ده أحمد فتحي هو. نفس الفكرة كولة طولية في المساحة بتاع أحمد فتحي. اتلعبت الكرة مع مساحة طبعا أحمد فتحي أصلا وقف بره اللاين وقف غلط يعني. مش وقف اللاين. اتلعبت الكرة للجناح الشمال. أحمد فتحي طبعا عملت تخطية متأخر. هيضطر في الكرة دي أنه هو يعمل فاول وياخد انظار من مكان خطير جدا. استلم الكرة وراع عليه واحد على واحد هيعدي من أحمد فتحي. وهياخد فاول من منطقة خطيرة جدا. فإذا المساحة بتاع الباك اليمين في برامدز مشكلة. حتى على مستوى الأسمائي. بنشوف شوية أحمد فتحي يعني العاشر ماشر. اعتقدت أنه عمر جابر. عمر جابر. ونشوفنا أحمد فتحي قبله. وكننا بنشوف أحمد توفيق أوقات. فهم عندهم مشكلة في حتة اليمين وعندهم مشكلة في الكرات العرضية واضحة قوي. برامدز من خمس أهداف استقبل ثلاثة وفيه هدف فماتش فارقه. اتحسب تسلل من كرة عرضية برضو. هذا بالنسبة لنقاط الضعف في البرامدز. ممكن أضيف على أحمد أن نادي الأهلي من المفترض أن الحتة القوة عنده. اللي ظهرت في الماتشات الأخيرة. اللي جابها لما يبقى فيه أحمد عبدالقادر وعلي معيول. وكما في ماتش الهلال السعودي. كان ظهر جدا إزاي تعامل الأهلي مع كرات السابتة في العرضيات. فأعتقد الحتة دي لو نادي الأهلي استغلها بشكل جيد. يقدروا شكل خطورة منها. ينشكل خطورة منها إن شاء الله. قبل أن نروح لنقاط القوة أو خلاص؟ طبعا نروح لنقاط القوة. حضروا لنقاط القوة. قبل أن نروح لنقاط القوة. من على الإنستجرام. في رأيك من يقود هجوم النادي الأهلي أمام بيرامدز. ميدا بيقول شريف وعبدالقادر وقفشة وبيرسي تاو. وفيني بيقول شريف. مار بيقول حسام حسن. أنا مقتنع بي جدا. أرمي بيقول حسام حسن. إيمان مكاوي بتقول عبدالقادر وتاو. ومعاهم شريف راس حربة. إسلام بيقول حسام طبعا. دينا بتقول محمد شريف. وتحته عبدالقادر وقفشة وتاو. بسمة بتقول عبدالقادر وحسام حسن وبيرسي تاو. بيرسي تاو وحمد عبدالقادر وقفشة ومحمد شريف. ياسمين مديم. بتقول ممكن يدي لحسام حسن فرصة. دي بعض الأمور اللي حضراتكم عايزينها تحصل بكرة. فيه بالنسبة للهجوم في النادي الأهلي. فضل أيمن أو أحمد. هنشوف لقاة القوة بقى كابتين. عندهم لقاة القوة. خلينا نشوف الأطراف في بيرامدز. الأطراف في بيرامدز نقطة قوة. عندهم إبراهيم عادل. وعندهم رمضان صبحي. عندهم إسلام عيسى. وعندهم إبراهيم حسن. إيهاب جلال بيعتمد في فكرة الأطراف. إن دايماً إبراهيم حسن مشي. راح للاتحاد. إسلام عيسى ورمضان صبحي. إبراهيم عادل. كابتين إيهاب جلال بيعتمد في فكرة الأطراف على فكرة مهمة جداً. لو نقف في الصورة دي. هنشوف إن دايماً أطراف بيرامدز في الشكل الهجومي. بتخش إنسايد. بتخش جوه مع محمود وادي. أو مع لقاي. وتفتح مساحة عمر جابر ومحمد حمدي فتلاقي فيه في العمق أكتر من options إن هم ممكن يكون عندهم مساعدة تلاقي في الجوة عندك دايما في الجزئية اللي جوة دي تلاقي رمضان صبحي وتلاقي هنا مثلا في مطش استران كامباني كان بيلعب إسلام عيسى وفي الوسط هو وادي فتلاقي دايما في العمق فيه ثلاثة مع أن البكين عاملين الملعب stretch فتلاقي فيه حلول فمطش برضو المقاولين نفس الفكرة إبراهيم عادل وجوه رمضان صبحي مع علاقاي وعمر جابر ومحمد حمدي عاملين stretch للملعب علشان يلاقوا مساحات علشان يوسعوا الملعب على نفسهم علشان يكون جوة في العمق فيه أكتر من options للبوس الشكل ده بيتغير كتير جدا هتلاقي في كل مطشب بيراميدز بنفس الشكل بيخش الأطراف inside والباكات بتفتح الملعب علشان نلاقي مساحات دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لبيراميدز على الأجناء الأطراف عندهم تقريبا كلهم عندهم المهارة والسرعة يعني لو رمضان صبحي براهيم عادل كلهم مسجلين يعني براهيم عادل مسجل أربع أهجاب رمضان صبحي مسجل هدف برضو عبدالله سعيد مسجل أربع كلهم في الشكل الهجومي مسجلين في بيراميدز أقلهم تسجيلا هو رمضان صبحي مسجل هدف واحد السيزون دوت فهو الأطراف عندهم نقطة كوة مهمة جدا بيعرفوا يعملوا ده بسلاسة أمرونة إن هما دايما الأطراف تخش انسايد الباكات تفتح الملعب فتلاقي فيه مساحات ولاقي فيه أكتر من أوبشنز للبوص لو جينا نبوص لتاني نقطة كوة في بيراميدز وليد الكارتي أحد أهم اللاعبين خط الوسط السيزون دوت في الدوري المصر وليد الكارتي بوكس بوكس عصري جدا مستو إن دايما وليد مجرد مع عبدالله السعيد بيستلم الكورة أو اللعب اللي بينزل يسقط ياخد الكورة وليد الكارتي ما بيفكرش غير إن هو يخش جواه الصندوق دايما فكرة القادمون مع الخلف مع وليدي الكارتي مهمة قوي وبيستفيد منها بيراميدز وليدي الكارتي مسجل أربع أهداف كلهم قادم من الخلف كلهم الكورة بيستلمها عبدالله أو الجناح يعني لو شفنا الكورة دي تفماتش المصري وليدي الكارتي جاي من نص الملعب هو مش مفكر في أي حاجة غير إنه يخش جواه الصندوق ويستغل طوله إنه يسجل براسه أو إنه يستغل رجله بشكل جاد في الصندوق هنا سجل الكورة دي هدف بالمصري برجله أعتقد تكمل على الكورة الفكرة إنه جاي من نص الملعب جاي من نص الملعب اتواجد في الصندوق دي مش منطقة مش دي مش المساحة بتاع وليدي الكارتي ورغم كده هو قادم من الخلف ونقطة مهمة قوي بيعتمد عليها بيعتمد عليها بص ديت دوت وليدي الكارتي وليدي الكارتي لعب الكورة قوت اتلعبت في نص الملعب هو مش بيفكر في أي حاجة حرفيا غير إنه يخش جواه الصندوق ويخلق اوشنز زيادة مع لعيبة سرق نفس وليدي الكارتي في المساحة جوه هتتلاقى بالكورة على الطرف عمر جابر علشان عمر جابر يرفع الأوفر لإسلام عيسى الناحية التانية ويكمل عليها وليدي الكارتي وليدي الكارتي نقطة مهمة جدا فكرة النوع قادم في الدفاع بتلاقيه الواحد بيدافع في الهجوب بتلاقيه الواحد به بالضبط هو نقطة مهمة قوي قوي ودايما عمل لهم زيادة جوه الصندوق ودايما نقطة خطرة في الكورة التانية اللي انت كنت بتتكلموا عليها في الأرقام هو دايما مستني الكرة التانية على الصندوق من بره دايما قريب من المهاجم ومن الأجنحة فبيكون مصدر خطورة مهم وانت مش حسه ومش عامله حساب لأنه قادم من الحساب بالضبط كده يعني لو احنا تنقلنا الأرقامه على طول وليدي الكارتي يعني نحن نتكلم عليه أرقامه وارقام رائم عادل أرقامه مميزة جدا ركابتي خصوصا نتكلم في لعيب 8 أو وسط ملعبه ومركزه 8 لما النهار ده يبقى من 9 ملشطة ومسجل 4 أهداف وصنع هدفين يعني هو مساهم في 6 أهداف بشكل مباشر مع بيرامدز فتعرف قد إيه خطورة اللاعب ده 6 من 20 يعني التالت تقريبا بزبط يعني رقم مخيف وأنه هو واحد من هداف الفريق يعني لو هدفين بيرامدز 3 هو واحد منهم جايب 4 أهداف المحاولات النجحة المرمى 7 من 13 نسبة برضو جيدة جدا بيخلق الفرص خلق 13 فرصة في 10 مباريات لفريق ودي برضو نسبة عالية تمريراته النجاحة 387 من 464 بنسبة 83% التمريرات الطولية بتاعته الصحيحة 12 من 22 ودي برضو نسبة جيدة استقباله للكرة واحد ما بيغلطش تقريبا يعني غلط مرة أو مرتين في استقبال الكرة بنسبة نجاح 99% ولكن لما بيضغط عليه عنده الأوبشن أنه بيفقد الكرة تحت ضغط لما كانت 18 من 25 وره فقد الكرة فلعيب مهم جدا وتمركزاته مهمة جدا وأنا تمنى إن شاء الله أن يبقى فيه تعامل جيد معه نروح للتاني لعب من لعبيين المهمين جدا في الدور المصري وفي البرمز هو إبراهيم عادل لعيب صغير في السن سريع من نقاط الكوة أنه لو طرف ممكن فجأة تلاقيه عمق أو لو بيلعب في العمق لقيه منطقة الجزاء بيسدد بشكل مباشر على المرمى كتير لعب سبع ملشات كلعيب أساسي لو استعرضنا أرقامه واثنين كبديل مسجل برضو أربع أهداف وصنع هدف محاولاته على المرمى النجاحة سبعة من 25 ولكن هو ده مؤشر أنه بيحاول كتير بيحاول كتير فده النهاردة اللسام نهوي يسجل أربع أهداف نسبة تمريراته النجاحة بنكلم في 81% تمريراته الطولية النجاحة 8 من 11 استقباله الكرة برضو استقبال جيد ما بيفقدش الكرة ولو في المنطقة دي لعيب ما بيفقدش الكرة بسهولة فده معناه أو يعني الكرة اللي ما بيستقبلها بيستقبلها بشكل صح ده معناه قد إيه هو قدراته مميزة المراغات النجاحة بالنسبة له سبعة من 25 وأعتقد يعني إبراهيم عادل لو نادي الأهلي قدر أنه يتعامل بشكل دفاعي مميز مع الصراعات لعيب بيراميز الهجومية الشق الهجومي لنادي الأهلي أكيد هيبقى فارق بشكل كبير ومش هيبقى فيه معاناة بصلاح زي ما قلنا دي ماتشات كرة يعني ما فيش فريق هيبقى وقف لك عشر أو رسل بالزبط هيبقى فيه ماتش كرة فالنادي الأهلي إن شاء الله الماتشات دي في الموسم الحالي شفنا الإسماعيلي والزمالك والسموح النادي الأهلي التعامل معهم الأهلي يا كابتن أنا لقى وجهة نظر في المباراة أنا شايف أنه ممكن يبتدي بتلاتة في نص الملعب الحمد فاتحي أليو ديانج عمر السلية الأهلي محتاج يقفل الجزئية بتاع العمق اللي هي أصلا عنده بقاله ماتشين مشكلة اللي إحنا في ماتش فاركو مين اللي يلعب وراء اللي يلعب وراء يكون أيمن برجوع أيمن لازم أيمن أيمن مهم قوي إن هو بيقدر يغطي المساحة اللي وراء علي معلول بشكل جيد اللي كان ببين في ماتش المريخ وفي ماتش فاركو كان مورو نساحة واطحة أيمن بيعرف يتعامل معه بشكل جاي الكسر تباب جامب محمد عالمين هم وفي الناحية اليمين محمد هاني وتلاتة في نص الملعب تلاتة في نص الملعب أويدي يش عمر السلية أحمد فتح الأهو ناحية الشمال العالم معلول وفي الناحية محمد هاني وثلاثة في نصف الملعب عمر السلية وقاليو ديانج وحمد فاتح لازم العمق عندنا يكون متأفل تماما وفي لعب يسقط قدام أحمد عبدالقادر وفي الناحة اليمين جناح يمين تاو ومهاجم وحيد محمد شريف ايمن لنتفق معاه في الأسامي كلعيبة ولكن اختلف معاه في نقطة واحدة ان ما تبقاش اربعة ثلاثة ثلاثة نرجحها ثلاثة اربعة ثلاثة ممكن تبقى افضل للنادي الاهلي بس مع ان عدم استخدام افشا كجناح الافضل ان يبقى في الطريقة دي طالما هنقمن جزء دفاعين بشكل جيد يبقى الاطراف بتاعتك لها عندها المراوغات وعندها السرعات مع محمد شريف وعمر السلية كده كده هو بيقدر يقوم بالمهمة بتاعت الرابط ما بين الوسط والهجوم بالشكل الجيد ويرمي التمرات التولية والتمرات اللي على الارض لان انت محتاج في المباراة دي بيرسي تاو واحمد عبدالقادر كناس بتعمل مراوغات وعندها سرعات محمد شريف بسرعاته عمر السلية بالكورات الطويلة والتمرات اللي بلعبها ايمن اشرف طبعا لو جاهز يبقى فرش ان هو يرجع لان الدفاع عندنا رامي ومحمد عبدالمنعم بلعب ملشاط متتالية الفترة الاخيرة وتحديدا عبدالمنعم مضغوط فلازم حد يريح مع معلول كمان اللي برضو عنده ضغط كبير فتبقى انت كده عملت التوازن الدفاعي مع التوازن الهجومي في المباراة هيبقى فيها الحتة بتاعت المهارة والسرعات ان حد يرقص ويعدي ويلعب للعب سريع مهمة جدا عموما يا رب كل التوفيق للنادي القالي في مباراته بكرة انا بشكرة جدا ان احنف على وجودك معنا انا بشكرة جدا عيما على وجودك معنا بشكرة حضرتك